وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية في عملية التطوير الجارية لمرافق وطرق وكباري العاصمة وإضافة البعد الثقافي والمعرفي لتلك الأنشطة خاصة إنشاء المكتبات جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيث العمراني ألواء أمير سيد أحمد وعدد من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في قطعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمرية إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة هذا وقد تم في هذا الإطار استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بقهرة كبرى في إطار المخطط القومي الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية كما تابع الرئيس السيسي في ذات السياق مستدد تطوير قطاع الخدمات لعدد من المناطق في القاهرة لسيما إنشاء الأسواق المركزية الحديثة في عدة مناطق وعملية التنسيق الحضري والحدائق المحيطة بموقع القلعة وتطوير مدخل العاصمة من الشرق بمنطقة الشارع حسين كامل وأضف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض أيضا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الحي الدبلوماسي فضلا عن الأحياء السكنية المختلفة